اهلا وسهلا فيكم من جديد وفي ختام حلقتنا رح نحكي عن شيء اكيد ما بخلو من اي بيت رح نحكي عن الشوكولاتة خاصة ان الشوكولاتة عن تدخل في كل المناسبات مش بس الاعياد اليوم اشكال واصناف مختلفة بطرق لفها بطرق خاصة بتجذب الاطفال وفئات عمرية مختلفة رح نحكي معلومات اكثر عن اصحاب يعني عندهم خبرة في هذا الموضوع معنا من داخل الستوديو الشاب تام احنا واتباح الخير تامر صاح النور يعطيك الف عافية الله يفهيك كيف اصبحت الحمدلله تمام بتشتغل بالشوكولاتة وتاكل كثير شوكولاتة ولا لا بس بس شتغل يعني حيات شوكولاتة اشبعت شوكولاتة اشبعنا تامر نبدأ نسألك عن اصناف الشوكولاتة والاكثر انتشارا يعني صار اليوم فيه انواع مختلفة كل دولة حسب يعني بتروح على دول مختلفة بتلاقي اصناف أشكال والعمرك تواقعتها في فلسطين يعني عندنا عندنا في فلسطين فيه شركات كتير تصورت يعني تنتج ويعني مستواها كتير من يحصف بالنسبة بالمقارنة مع الشركات الأجنبية يعني فيه شركة الحجاز اللي بتعمل أكتر من إشي فهي يعني أنه يعني صفت أنه بتنتج كتير أصناف شكولات أكتر من 100 سنف وبتنافس أكتر يعني بتشركات أجنبية عايشة أكتر أكتر إشي بركزوا أكتر أكتر إشي على الشوكولاتة مع حليب هاي أكتر إشي مش الدارك ولا اله إحنا بسوقنا الناس بتحب تسأل عن الشوكولاتة بحليب صح؟ بالضبط أيوان لأنه بس هي يعني إذا بدك تيجي تحسبيها يعني 90% من الشوكولاتة اللي بنتجوها مع حليب والباقي كله يعني عشرة أصنافة و11 عشر سنف بس سوق أسود فيه شوكولاتة الداكنة هي الأول مرة تقريباً الشوكولاتة المرة هي بتحتوي على كاكاو بشكل كبير يعني بالمقارنة مع الحليب حسا هي كلما يزيد الكاكاو بتصير شوكولاتة أكتر سودة من الشوكولاتة المحليب حسا لما تزيد الحليب بالنسبة 80 هي معروفة عالمياً 35% بس نسبة الكاكاو أقل إشي لازم تكون يعني هاي نسبة عالمياً صحيح تامر إنه مفيد كتير الشوكولاتة الداكنة الشوكولاتة الداكنة بيحكي يعني إنه بتزيد بالنسبة للعضلة القلب كتير كتير منيحة إلها وبالنسبة برضو لأشياء تاني زي يعني يعني الكايربوهايدرات الموجودة فيها اللي بيمارسوا رياضة يعني 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 الناس لما تروح تمارس رياضة قبل ما تروحي لازم تكون وهو فعلاً دائماً هيك يروّج إلها إنه هي من أكثر الشوكولاتات اللي فيها فايدة بلزبط 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 طبعاً هذا دابدوب للتخرج نضيفه للشوكولاتة نضيفه داخل البوكسي هل الناس تتفنى نضيف أشياء عليه؟ بالضبط هناك ناس تضيف أواعي أو طبعاً هذا يرجع للصاحب الهديئة ممكن نلفها على الجهة الثانية عادةً يعني هلأ بالشتاء التامر السؤالي الناس تخاف من الشوكولاتة لأنه مرات بصير فيه كأنه وبسنشتي شوكولاتة بالبيوت يصير عليها طبقة بيضة أو بصير فيها مشكلة الشوكولاتة بشكل عام هي لها درجة حرارة معي لازم نحفظها فيها اللي هي من 17 إلى 21 هي ليست منيح تتعرض لأكثر من هيك ولا منيح تتعرض لأقل من هيك هناك ناس تتحكي بالصيف والله بحطها داخل تلاجة وما رح حصير عليها شيء فهذا الشيء غلط يعني أنه حسا إحنا لما نحط الشوكولاتة بغرق محل معين لازم نحفظ وين بدنا نحطها بالزبط ليس في محل كتير سخة أو في محل كتير يعني بالزبط حسا إحنا لما نشعر أن الشوكولاتة صار عليها شيء أبيض نحطها بمنطقة يعني دافية شوية يعني إذا بيكون تحت الكوندوشن بيكون أحسن برضو حسا لما في الشتوية نحطها في محل مثل مثل الصالون في ناس كتير في الصالونيات دائما الصالونات نسكرة والشوكولاتة محتوطة فيها صحيح يعني يفضل هات تنحط تحت الكوندوشن وتنعرض له حرارة أكتر من 21 يعني بالزبط 21 من بين 17 إلى 21 هذا عبارة عن بوكس ونحط فيه شوكولاتة حتى هاي يعني كمان هاي حسا للبيبي بالزبط للبيبي هاي ممكن بالزبط كتير حلوة كمان أشكال يعني صار فيه كل ما تفننت أكتر كل ما بيكون بالزبط طب خلينا نواجهها للناس كيف ممكن يكون صار شكلها الله كتير حلوة وحبة شوكولاتة هي عملياً جوه هذا جوه هذا الواحد يصير محين يأكل شوكولاته واتيها بزبط طب ممكن نشوف كمان هاي سايك وتنحط على أكتر من حبة تقدر تضي فيها برضو حالي طبعاً أشكال الشوكولاتة وأنواحها كل شخص بختار حسب هو ايش بيكون بفضل ماذا نحن نعمل كمان؟ هاي راح تكون إنه شوكولاتة جوه علبة لبيبي طبعاً راح تصفي بالآخر إنه على شكل الكيك الشوكولاتة جوه هاي الكرتونة جوه هاي الكرتونة وهون زي ما احنا شايفين فيه شكل إذا كان مولود بنات أو ولد بحسب إيش حلو كتير راح تعملها شكل كعكة شكل كعكة راح تصفي بالآخر فيه إقبال من الناس على استخدام هذا الأصنف؟ كتير حالياً كتير يعني زمان حتى كانوا الناس تأخذ بس للولاد والبنات لا بس استصوروا برضو للبنات و للأولاد حتى للأعراس و للأعراس والخطبة والحنة كمان لأن الواحد فيه تطور تقدر تكتب عليه تقدر تكتب الكلمات بالدكياها كلمات على الشبر أو على خشبة أو صفة كتير أشياء تقدر هل متاحة لكل الفئات؟ بمعنى أنه هل مكلفة؟ أو يمكن أن يجد شيء مناسب؟ هي متاحة لكل الفئات لأنه بالضبط بتكون تعمل كمان بهاي؟ لأنه في أسعار كثير غالية أسعار كثير قليلة المعه والمعه وصفه أنه قادر يجيب هايك أشياء ويضيف المناسبات حسب الكرتوني؟ حسب الكرتوني فيه كثير أشياء بالضبط طبعاً واضح أنه الفن بالضبط وأزواء الناس مش متشابهم مرة فكثير أشياء كل واحد يجي به بده فكرة معينة فكرة جديدة بده شيء غير الناس مش عاملة زيه طيب تامر بدي أسألك قديش شيء مهم أنه هاي الكرتوني ممكن الناس يعني ضلها فترة طويلة شوكولاتة عندهم يعني دائما نسأل نقول أصحاب الخبرة بعرف ومرات أكثر بهذا الجانب فأكديش عادة إحنا منقدر نستخدم الشوكولاتة آه الله صارت طبقتين طبقتين بالصبت طبقتين بالصبت ما أحلاها طبقتين بالصبت هذه الشوكولاتة المزينة بشكل عام يعني الناس تأخذها للذكرى ليس للأكل حسنا الأشياء للأكل بيحطوها بالعادة بأشياء بسيطة ليس كرتوني يعني بأشياء زي كيس ستان أو كيس أشياء 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 تصفي بس لذكرى يعني بس أنت بتحطيها بخزانة بأشياء بتصفي أن الشوكولاتة لا تتاكل فإنه بس أنت مختيها أريد أن أعطيها من الجهة الثانية يمكن أن أصبحت 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 أشياء 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 حلو أشياء ليس منيحة كثيرا أشياء تصبيتات أخيرة لكن الشكل بشكل عام جميل كثيرا أعطينا أفكار للناس هناك نصيحة أمر تحب توجيها للمشاهدين للناس الذين يفكرون يستخدمون مثل هذه الأصناف ما تتحدثون لهم ما يمكن أن تضيف لهم أنواع الشوكولاتة بالعادي هذه الشوكولاتة ممكن أنها تزيد النسبة أنه أذهب إلى سمينار صاحبي وعطيني حبة الشوكولاتة بطلت الأشياء مثل هذه أصبحت الأشياء أن أخذ حبة الشوكولاتة أضعها لديها في الزكرة وصفت أن الشوكولاتة ليس فقط أكل 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 أصبحت أن الناس حتى تستمتعب حبة الشوكولاتة هي منظرها هي هي مغلفة وزي ما قالت الذكرة للطفل الذكرة لخريج تامر شكرا كثير لك على أفكار وأتمنى كمان نكون ساعدنا حتى مشاهدين بأنه يكون عندهم أفكار متنوعة ومختلفة وأعطنا لكم كمان بعض من الفوائد والنصائح التي أعطانا إياها تامر تامر يعني سنين طويلة لإله ولعائلته في الخبرة في هذا المجال يعطيك ألف عافية وشكرا لك على وجود شكرا بهك كمان يعني بها أجواء جميلة وتجربة تامر أيضا يعطينا أصناف مختلفة ممكن وصلنا لختام حلقتنا في هذا الصباح شكرا لكم على حسن المتابعة من منطاقم العمل أجمل التحيات وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر